أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي العظيم في هذه الآيات المباركة من سورة يونس عليه السلام يعالج أو تعالج هذه الآيات الكريمة موضوعا مهما في العقيدة الإسلامية بل نقول في العقيدة في كل دين سماوي وعندما نقول الإسلام فإن الإسلام دين جميع الأنبياء طيب ما هو هذه القاعدة الأساسية في ديننا الحنيف السور المكية كما قلنا في الليلة السابقة تعالج قضايا العقيدة وإخواني إذا عقيدة ما ترسخت في الإنسان بقية الأمور تكون فضفاضة يعني من دون قيمة كل القيمة الأساسية للعقيدة حتى في أعمالنا اليومية إذا ماكو عقيدة عند الطالب فكيف يدرس ما عنده عقيدة بالدراسة شايفين بعض الشباب يقول أنا ما لي خلق أدرس مشكل خب إذا ما عنده عقيدة بالدراسة ما ينجح يروح للشغل خب هم زين إذا عنده عقيدة بالشغل بالسوق أفضل من ما يبقى هالشكل حتى في مشينا في نومنا في يقضتنا في صعودنا إلى المنبأ في جلوسكم الآن أمامنا كل هذه وراء شنو وراء رؤية عقائدية أو عقدية إذا ماكو عقيدة ماكو رؤية عقائدية يطلع الإنسان بدون هدف يعني يقولون له وين رايح يقول مؤادلة مثلا شه يسوي ليش يقولون الأعمال لازم بالبنيات إنما الأعمال وبنيات معناته شنو أحدى أو أحد معاني هذا الحديث إنما الأعمال وبنيات يعني إذا ماكو نية وراء العمل العمل ما إلى قيمة ولذلك من الناحية الشرعية هذه مسألة شرعية إجت ببالي لا بس إذا واحد يغسل وجهه ويديه يغسل لشنو للنظافة أما إذا أراد أن يغسل يمسح رجليه ويغسل يديه ووجهه للوضوء للصلاة للعبادة شيء يحتاج أحسنت يحتاج نية ليه شيء يحتاج نية لأن النية هي التي تعطي قيمة لهذا العمل ولذلك الفقهاء يقولون إذا شفت واحد النية طبعاً لتصعبوها ما يحتاج أنه واحد أتوضأ قربة إلى الله تعالى لصلاة الظهر لا ما يحتاج النية في الفكر أصلاً مو مستحبة تدرون أنه النية تلفظها غير مستحبة إلا في الحج ليش في الحج شعار أحرمتوا ما قدروا يشير يسير أحرموا لسانة بع لسانة الحج إن شمس أنا ما رايحين أحرموا لعمرة التمتع إن شاء الله مثلاً هذا من باب الشعار لأن الحج كله شعار فمستحب أنه الإنسان يجهر بالنية يعني بصوت عالي أطوفه مثلاً أما في بعض في بقية العبادات حتى مو مستحبة أصلاً النية في القلب إش وكت يبين أنه هذا النيتة وضوء أو تطهير مثلاً إذا سئل أجابه إذا سئل أجابه يعني واحد الآن عند المغسلة إذا يغسل إيدنا ويمسح رجلة يغسل إذا سئل يعني يقول له يا فلان أنت إش دا تسوي رأساً يقول شنو أتوضى هذه هي النية فالنية ما إلهم مؤونة شديدة يعني ولكن لا قيمة للعمل إلا بالنية لا قيمة للعمل إلا بالنية طيب هذه مقدمة العقيدة وهذه السورة سورة يونس سلام الله عليه وعلى نبينا وآله كلها عقائد تقريباً لأنها سورة مكية والسورة المكية تعالج العقيدة إذا عقيدة ماكو العمل ما إلى القيمة يقولون فلان عند خيرات ومبرات ومسوي مؤسسات للأيتام للخيرات ولكن كافر شنو الفائدة ما أنا فائدة ليش لأن العمل الصالح إذا ما وراءه نية وعقيدة فلا قيمة له ذلك العمل وفي النتيجة إذا تدخل في قلبه تشوف هذا للرياضة يسوي أصلاً مو لله أصلاً لله ما يعتقد بالله حتى يسوي لله هالشكل حتى يشتهر أكو في الغرب أكو هالشكل يشتهر فلا قيمة له فنلخص المقدمة حتى ندخل في صلب الآية الأعمال السلام عليكم الأعمال كلها إذا لا تكن وراءها عقيدة لا قيمة لها هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية أنه العقيدة لها ثلاث أصول في الدين الإسلامي الأصل الأول المبدأ يعني التوحيد العقيدة بالله الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له بتفاصيل العقيدة خالق السماوات والأرض مدبر كل أمورنا ربنا هذه الأمور اللي دائما نقراها في القرآن الركن الثاني شنو الركن الثاني المعاد إذا المعاد نخلي آخر شي الركن الثاني النبوة والإمامة النبوة استمرارها الإمامة النبوة يعني الوحي جبرائيل ينزل يأتي بالكتب السماوية إلى الأنبياء وآخرهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا الركن الثاني الركن الثالث المهم جدا الذي كان وراءه نزاع من أول البشرية وإلى اليوم كان حوله نزاع فكري من أول البشرية إلى الآن وهو المعاد المعاد مشكلة المشركين في مكة وفي الجزيرة العربية وحتى في بقية المدن والأقاليم كانوا ما يعتقدون بالمعاد أغلبهم المشركين كانوا يعتقدون بالتوحيد يعني يعني خالقية الله يعتقدون بها ما يعتقدون بالربوبية الله هناك فرق دائما نقول هذا الفرق الله لكم لكم ما كنا الآن موجودين هذا معنى الربوبية الأفلاق كلها تدور الآن الجنين في رحم أمه يكبر وينمو الأشجار تنمو البحار تجري الأنهار تجري كل هذه الأمور بتدبير الله سبحانه هذا يسمى الربوبية نحن نعتقد بخالقية الله وبربوبية الله طيب المشركون كانوا يعتقدون فقط بخالقية الله الله خلق وبعض اليهود كانوا هكذا كانوا يقولون يد الله مغلولة يعني مسكرة الله يقول غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان يد يعني قدرة مو يد يداه مبسوطتان يعني شنو يعني الربوبية مستمرة ولولا الربوبية كل شيء ينتجي كل شيء نهار المشكلة الثانية اللي كانوا المشركين مبتلين بيها مشكلة أنه هل هناك حساب بعد هذه الدنيا أم لا هاي المشكلة وهذه ركيزة مهمة جدا في العقيدة الإسلامية كثرة كائس التوحيد النبوة والإمامة استمرارها وثالثا المعاد لو لا المعاد كل شيء ينهار بعد يعني إذا ماكو حساب ماكو عتاب ماكو ماكو ثواب ماكو عقاب ماكو جنة ماكو نار قول ليه شو يستغب بأي مناسبة الحاجز الواعز الذي يضبطنا شنو هو أننا نعتقد أن هناك يوما ينتظرنا اسمه يوم الحساب هل ستسمي أي اسم يوم القيامة يوم الحساب يوم القارعة يوم الطامة يوم الحاقة أسامي متعددة في القرآن أكو شيء اسمه يوم القيامة إذا هذا وخرت من فكرك ألا أنت تصور تصور الباطل مو باطل تصور تصور أن الإنسان لا يعتقد بجيء اسمه جزاء لا يبقى حجر على حجر وكل الظلم الذي ترونه عبر التاريخ وإلى عصرنا هذا ويستمر إلى ظهور الإمام هذا الظلم كل من شيء واحد عدم العقيدة بالمعاد إذا واحد حقيقة يعتقد في قلب يعتقد أن هناك يوم يأتي يحاسبه وشلون يحاسبه يحاسبه في الدنيا يمكن يشرد منه يقول العيون ما شافت الكاميرات ما سجلت أما هناك الأيدي تشهد الجلود تشهد الملائكة تشهد الأنبياء يشهدون وعلينا نحن أمة الرسول محمد يشهد طيب إذا اعتقد بهذا ينضبط بعد يقول لا أكو حساب أكو كتاب أكو محاسبة فينضبط وإذا ما سوه الشكل أي انضباط ماكو بعد فلا تاني يصير ولذلك إذا تروح في قلوب حتى المسلمين بالإسم شوية نغزب مسلم هو حاكم مسلم ولكن ظالم تقول له هل تعتقدوا بالله يقول نعم يصلي نعم يصلي حتى يجون في صلوات الجماعة ما يشتركوا تعتقد بالنبي نعم يعتقد تعتقد بالمعاد يقول إيه ولكن ما يعتقد عملا ما يعتقد لفظا يعتقد عملا ما يعتقد ليش عملا ما يعتقد لأنه ده يظلم الناس الظالم في حقيقة إدراكه ورؤاه وعقائده ممعتقد وإلا إذا معتقد ما يصوي هذا الشيء نترك الحكام إحنا شعلنا بالسياسة تعال نحش هذا أنفسنا إحنا المحكومين أنا إذا ما عندي اعتقاد بالقيامة إذا ما عندي لا سمح الله كل شيء ممكن أسوي لأن ما كو عساب إحنا في الدنيا هكذا فكيف الآخرة بالدقة العقلية الموجودة في الآخرة في الدنيا إذا ما كو شرطي على المرور نسوي مخالفة أما إذا كانت كاميرات وشرطة ونظام ما نسوي مخالفة مشكل طبيعة الإنسان هي الشكل هذه المقدمة الثانية نرجع إلى الآيات في سورة يونس عليه السلام أول شيء كانت التفات لقضية الوحي أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم شرحنا البارحة بالليل الآن يدخل في موضوع أساسي وهو المعاد إليه مرجعكم جميعا سوف الدقة في التعبير إلى الله مرجعكم جميعا هذا أحنا الآن نقرأ ليش لأن أحنا الحمد لله معتقدين بالمعاد ونعتقد بالقيامة وبالجنة والنار أما هذا لما تقرأ على مشرك في أيام رسول الله في مكة اللي ما يعتقد بأي شيء رأسا تقول له إليه مرجعكم جميعا هذا يهتز وكثيرون اهتزوا واهتدوا من المشركين وصاروا من أصحاب رسول الله الخلص وبعضهم أتوا شاكين بس مع الناس إليه مرجعكم جميعا خب إليه مرجعهم جميعا يعني شنو أستغفر الله والعياذ بالله الله قاعد في مكان إحنا عندما نموت نروح عنده لا إليه يعني إلى حسابه إلى جزائه إلى ثوابه إلى محاكمته مرجعكم جميعا بالنتيجة الإنسان يعيش فترة بعدين ينتقل إلى الآخرة فالدنيا جسر نعبر عليه وننتقل إلى الحياة الحقيقية اللي كل شي حياة بها وهي حياة الآخرة بتفاصيلها اللي حاتشين سنوات سابعة طيب هذا شنو وعد هذا نعم وعد الله حقا الحق هو الذي لا ينفصل عن الواقع هذا يسموه حق كل شي ممكن بنوع من التلون أما الشيء الذي يطابق الواقع يسموه حق هذا وعد حق لسه بالمناسبة أجب يعني أتكلم حول البداء أيضا أكو بداء عندنا بداء يعني شنو يعني مثلا هاي علائم الظهور حول ظهور الإمام عليه السلام فيها بداء يعني ممكن الله يغير لحكمة ولكن الشيء ما به بداء التفتوا شيء ما ببداء وعد حق الأول ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الله وصلى الله وصلى وثانيا القيامة وعد حق لا خلف فيه أبدا إليهما رجعكم جميعا وعد الله حقا وعده مفعول لفعل يعني وعد الله وعدا حقا وعد الله حقا إنه ليش الشكل إنه يبدأ الخلق ثم يعيده هذا جواب للإشكال عند المشركين إشلون هذا العظام النخرة اللي صار التراب بعدين ترجع تصير أبدال وتحشر وتنشر يوم القيامة من القبور شلون هذه الجواب في كلمة واحدة يبدأ الخلق ثم يعيده الله القادر على خلقنا من العدم مو قادر أن يعيدنا مو كانوا يجيون عند النبي يجيبون عظام من المقابل يفتون العظام هالشكل و يسألون من النبي إشلون هذه تعيدها إشلون الله يعيدها إذن كما بدأكم تعودوا يبدأ الخلق ثم يعيده خص هذا لي إيش كل هذه المسيرة الطويلة التي ينتظرنا وآباؤنا وأجدادنا والأجيال السابقة ذهبوا إليها يعني عالم الآخر البرزخ وقدمة للقيامة هاي لي يشكلها ليجزي الذين آمنوا وعمدوا الصالحات بالقصد الله عادل احنا الشيعة أضفنا في أصول الدين كلمة العدل نقول أصول الدين خمسة مو شكل التوحيد العدل النبوة العمامة المعاد ليش أضفنا العدل لأنه أكو انحراف صار في بعض المداهب أنه الله يمكن معادل أصلا استغفر الله يعني يمكن أن يكون غير عادل من عدله وعدنا بالآخرة ملايين المستضعفين طيلة التاريخ احسب منها به المستضعف الذي قتله أخوه قابيل وإلى اليوم وإلى ظهور الإمام إذا أولا يشكل راحوا جزاء ماكوا انتهى كل شي هذا ذا واحد يعتقد يعني استغفر اللعبة هذه الله الحكيم العادل جايب الناس يشكل في الدنيا يضطهدون وبعضهم يضطهدون يعني ظالمون ومظلومون وتنتهي الأمور لا قيامة ولا حساب ولا عتاة ولا جنة الميصي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد يجي يوم هذا المستضعف يقف شامخا يوم القيامة وذلك المستضعف يعني الظالم يقف حقيرا ذليلا أمام محكمة الله سبحانه وتعالى وأي محكمة أي محكمة حقيقة بعض الأوقات الروايات اللي واحد يقراها عن يوم القيامة يقشعر البدن أصلا مليارات المليارات من البشر يجتمعون في صعيد واحد ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة ذلك الناس ذلك الناس اللي كانوا ما يتقدر تحجيوا إياهم أصلا هناك يصير حقير ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالشنو بالقصد عدالة خب في المقابل شنو والذين كفروا كفروا يعني علموا وجحدوا أكو إشكال دائما يجي في ذهن بعض الشباب قالوا وشنو إذا كافر يروح إلى جهنم الكافر على قسمين إخوان هذه حمحات شيئا سنوات سابقة هل نكرر ما يخالف الكافر القاصر والكافر المقصر كل هذه الآيات حول العذار وحول جهنم والجحيم وما أشبه كلها للكافر الجاحد المقصر وإلا القاصر ما قاصر يعني ما وصل للحق ما عرف ما أفتهم بد واحد مستضعف مستضعف مو يعني يظلمونه يعني ميدل أصلا فرضا إذا واحد في أقاص أفريقيا في أدغال أفريقيا أو غير أفريقيا أو أمريكا هذا ما يعرف شيء أصلا مو مقصر إذا وصل إليه الحق يقبل ولكن ما وصل إليه هذا يسموه مستضعف يعني شنوه جاهل قاصر هذا يوم القيامة تكليف مع الله أكو رواية أنه يمتحن هناك بشكل آخر الجحيم والعذاب الذي يتكرر في القرآن هو للجاحد يفهم ينكر يدري الحق وينكر يعرف كل الأمور ويجحد ويجحد معلوم بعد لازم جزاء يكون عذاب جهل القسم الثاني والذين كفروا لهم شراب من حميم حميم الماء الغاء الذي مغلي شديدا فوق الماء الدرج شراب من هذا وعذاب أليم نستجير بالله هذه ليالي المباركة حقيقة ليالي إنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاء وعذاب أليم ليش بما كانوا يكفرون وليش خلود يكفرون راح إلى جهنم وكان جاحد ليش يبقى للأبد هذا إشكال ثاني الجواب أنه إذا رجعوا هم نفس الشيء لو ردوا ولو ردوا لعادوا هذا يطين تها الشكل ما يقبل الحق فجزاؤه جهنم بعد هذه المقدمة شوفوا القرآن حافل يعني ما يجي أبواب يسوي هذه هم ما تحاجيها قبل يعني مثلا الكتب الدراسية مقدمة الباب الأول الباب الثاني الفصل الأول الفصل الثاني مرتبة القرآن شكل حافل يعني بيه كل شي مرة يحجي عن المعات مرة عن التوحيد مرة عن الخلقة مرة عن السماوات ما يخليك تتعب أصلا إحنا الآن شنو شنو نحجي كنو نقرأ المعات في المر يقول وهو الذي جعل الشمس ضياء رأسا يرو إلى خلقة الكون حتى حتى ينبه الكافر المشرك اللي يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن أو نحن المسلمين نقرأ القرآن نشوف أنه عظمة الخالق شنو هذا هو الذي يعني الله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا شوف الدقة في التعبير العربي الضياء للشمس النور للقمر ليش لأن الضياء شدة النور يسموه ضياء القمر نور نور ضعيف ليش هذه إشارة إلى خلقة هاتين العلامتين الآيتين الأساس في النور هو الشمس القمر منين يأخذ الضياء منه منه الشمس فهو مستضعف خطية القمر مستضعف يأخذ نوره من الشمس الكرات كلها في المنظومة الشمسية نحن قاهرين في المدارس بعض هذه إشارة إلى هذا المعنى الشمس تعطي ضياء لكل المنظومة الشمسية بعدين الكرات الأخرى تأخذ منها النور النور للليل والضياء لكل شيء بعدين حقيقة إذا واحد شوي يفكر في بس هاتين الآيتين وإلا الكرات والمجرات وملايين المليارات من المجرات عوفا فقط يفكر في الشمس والقمر هذه الشمس التي هي ضياء إذا شوي اقتربت مننا شوي كنا نحترك الكون يحترك إذا شوي ابتعدت عننا كنا نتجمد مننا لن نحتفق مننا لن نتجمد بدقة عالية جدا هذه الأجرام تجري هالشكل تسبح في الفضاء ليش وقدره منازل يس قدره إما إشارة إلى الاثنين يعني هم الشمس هم قمر أو إشارة إلى القمر واحدة ما كو فرق العلماء التفاصيل تقول قدره يعني قدر القمر ليش لأن بعده منازل لتعلم عدد السنين والحساب هذا القمر اللي احنا دائما متعودين نشوفه هذا فقط مو بس يطي النور مو بس إنه مد الجزر وظيفته مو أنه يأثر على النبات على الجماد على الإنسان على كل شي أيضا يرتب لنا النظام الاجتماعي منه يرتب القمر ليش لأنه يبدأ وهو هلال بعدين شوية شوية يكبر إلى أن يصير نصفه منور نحن نشوفه هالشكل يصير سابع ليلة ثامن ليلة بعدين يكتمل يصير شنو بعد درن ليلة 14 ليلة 15 بعدين من الجانب الثاني ينقص 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 إلى أن يذهب إلى المحاق هذا أفضل تقويم للبشر الآن إحنا تقاومنا شنون تقاومنا على الشمس يعني إنت لو ما تشتري تقويم سواء إسلامي غير إسلامي يمشي على الشمس همزين ما يخالف ولكن البدوي اللي في الصحراء ما عنده تقويم الله يعطي تقويم طبيعي لكل البشر وهو القمع لتعلموا عدد السنين والحساب يرتب كل شي حساب يعني يوم 14 من الشهر إحنا عندنا موعد لعقل الشركة مثلا أو للسفر أو للزواج أو أو إلى آخرين هذا التقويم الطبيعي من القمر ما خلق الله ذلك إلا بالحق خطاب للمشركين هذا باطل بالشكل هذه الدقة العجيبة في قضية القمر والشمس والأفلاك هذه باطل يعني قوترة هالشكل ما خلق الله ذلك إلا بالحق حق للدنيا وحق للآخرة حق للدنيا ينظم أمورنا وحق للآخرة حتى نعتقد عظمة الخالق بهذه التفاصيل يفصل الآيات الله يفصل هذه الآيات ويبينها في القرآن إلما لقوم يعلمون هذا التركيز على العلم والعقل والتدبر في القرآن التفتوا أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يعلمون كله هي شكل يعني التركيز على العلم علم هو أن واحد يروح يدرس جغرافيا ها يدرس جغرافيا زيان يدرس فقه زيان بس مو معناته هذا العلم يعني يفعل عقله حتى يعلم يقعد مع نفسه يقول شنو هالأفلاق شنو هالمجرات شنو هالشمس شنو هالقمر شنو هالنظام التدبيري في الكون هذا يصير عالم لقوم يعلمون بعدين إشارة إلى آية أخرى إن في اختلاف الليل والنهار اختلاف يعني وحدة وراء الثانية والدقة في التعبير أول جاي الليل بعدين جاي النهار ليش يعني عالة الظلمة قبل الضياء كل شيء في الكون ظلمة يعني عدم بعدين صار ضياء إن في اختلاف الليل والنهار نحن متعودين عليها بعد من نعرف يعني من نتوجه أنه هذه آيات الله آيات عظمى لله ليل نهار ليل نهار اختلاف يعني وحدة وربعة إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض أنت بعد روح دور شنو خلق خلق الأسماك في البحار خلق الجبال خلق الأشجار خلق المجرات هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى وما خلق الله في السماوات والأرض إيه من تفيد لآيات يعني علامات دلالات براهين المن لقوم يتقون التقوى نحن نعتبرها يعني البعد عن المعاصر صحيح الورع التقوى هالشكل نفهمها ولكن بالنتيجة الذي يتقي يصل إلى الحقائق العرفانية العرفانية بالنمط الصحيح ليس العرفان الباطل معرفة تزداد عندما ينظر إلى هذه الآيات ويتدبر فيها يصير عنده معرفة يصير عنده تقرب إلى الله أيضا لآيات لقوم يتقون التقوى دليل أن يصل إلى المعرفة أيضا في المقابل إن الذين لا يرجون لقاءنا أكو ناس ما عندهم رجاء للقاء لقاء الله هنا أيضا في الملاحظة جدا مهمة نحن نعتقد المسلمون وخاصة نحن الشيعة نعتقد أن الله لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخر وبعض مع الأسف بعض الأفكار الباطلة تقول أنه لقاءنا يعني لقاء الله يعني واحد يشوف الله العيوة بالله لقاءنا يعني لقاء جزائنا لقاء حكومتنا محكمتنا جزاء ثواب عقاب هذا معناته إن الذين لا يرجون لقاءنا هو رجاء لازم أو لا يعتقدون الذي لا يعتقد لا يرجو قلنا أساس الشيء النية العقيدة الذين إن الذين لا يرجون لقاءنا اللي ما يعتقد بالآخرة رضوا بالحياة الدنيا فقط أكلوا شربوا بطنة وما أشبا تعبير أمير المؤمنين صلى الله عليه يا أمير المؤمنين همهم على فهم هذا من الصبح يشتاف أنهم معشوق الدنيا يعشق الدنيا يفكر دائما موجود هذا قارون كان يفكر دائما موجود فخسف به الفراعنة النماردة كلهم راحوا وانتهوا وفي عصورنا أيضا رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها هذول شنو صفتهم والذين هم عن آياتنا غافلون يغفل عن الآيات والعلامات ما يتعقل ما يفعل عقله ولذلك يرضى بالحياة الدنيا هذول شنو مصيرهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هذا الذي لا يعتقد بالآخرة يعمل كل ظلم وكل قبيح وكل رذيلة ولذلك مأواهم يعني مرجعهم النار بما كانوا يكسبون لأنه عملهم هذا عملهم ودهم إلى النار في المقابل إن الذين أتصور الوقت انتهى نسيب سرعا نقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم هذه من الآيات المبشرة أيضا مو بس لأنه جنات وما أجري تحت على الأرض لا يهديهم ربهم هذه بشارة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يعني فدهدايا خاصة تصير للمؤمنين هذه جدا بشارة إذا إذا شوي الإنسان يتقي يصير ورع ومتقي ويبتعد عن الدنيا ولا يرضى بالحياة الدنيا وتكون عند الحياة الدنيا تافهة الله يأخذ بإيده معرفة تزداد تقواي ازداد قرب إلى الله سبحانه وتعالى يحس بهذا الشيء يهديهم ربهم بشنو بإيمانهم يعني بسبب هذه سمو بها السببية بإيمانهم لأن الإيمان يأخذ الإنسان إلى أعلى درجات إلى أعلى درجات سمو يصير عنده علوم بعدين النتيجة تجري من تحتهم والأنهار في جنات النعيم هناك جنات تحتهم يعني تحت المباني الموجودة واحد كان يصور الجنة يقول كأنه على الأنهار مبنية يعني بعض الأوقات تحتها بعض الأوقات من تحتهم أكو في آية أخرى أنهار وأبنية في الجنات رزقنا الله وإياكم إهلاك شي يقولون هذول شي يسوون خواب ومحن سامعين الله يرزقنا إن شاء الله ما يخالف حور العين أنهار عسل وشنو لا بس بس أهم شيء القرب إلى الله سبحانه وتعالى دعواهم يعني كلامهم الصريح هناك الذي يلفت النظر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عفوا دعواهم فيها سبحانك اللهم يصل إلى نتيجة أنه كل شيء تافه إلا الله سبحانه وتعالى سبحانك الله يعني أنزهك يا رب سبحان مصدر قبل أسبحه يعني في الركوع والسجود إننا نقول سبحان الله يعني شنو يعني أسبحه الله سبحانا يعني أنزهه عن كل نقص وكل عيب سبحانك اللهم هذه عندما يتقرب إلى الله في الجنة هذه علمان يقولون في التفسير هذا أعلى مدارج اللذة في الجنة أعلى مدارج اللذة أنه يحس أنه اقترب إلى الله سبحانه وتعالى وكسب رضاه هذا ما هذا خب لمن يشوفون بعضهم إحنا إن شاء الله لتنسوا إذا شفتني أو أنا شفتك هناك تذكرني تحيتهم شنو سلام الله أكبر يعني كل شي سالم هنا سلام اسم من أسماء الله صحيح السلام المؤمن المهمن ولكن السلام هناك يعني كل شي سالم عيب ماكو نقص ماكو رذيلة ماكو القلب طاهر كل شي طهارة في الجنة سلام وآخر دعواهم شنو الحمد لله أن الحمد لله رب العالمين إناكي يصل إلى الشكر في الجنة يقول يا ربي أحمدك وأشكرك على هذه النعم استبقالة واحد من الأصدقاء كان يقول والله يسوى لسألم أقول لكم يسوى يعني الجنة تسوى أنه واحد شوية يضبط نفسه رزقنا الله وإياكم جنات النعيم أما الموعظة الأخيرة ككل الليلة عن الرسول أيضا صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وآله يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين كل المتقين هم اللي يستفيدون لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه عادة الشركاء أصنقاء ولكن يحاسبون نفسهم يحاسبون شركاءهم كل سنة آخر سنة مدقوا عندون الكاسب المادري اللي عنده دكان شركة يحاسب شريكه خاصة الشركات الكبرى بعد كلها كمبيوتر بعد محاسبة المتقي الرسول يقول لأبي ذر لا يكون الرجل من المتقين يعني ما يصير متقي إلا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه الشريك يحاسب شريكه أنا شريك منه نفسي أحاسب نفسي فيعلم الحساب شنون يصير حتى يصير دقيق فيعلم من أين مطعمه نفسي هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى ولكن بأي طريقة فلان يجي يطي خمس ويخالد من أين حصلت هذا المال إذا من الحرام هذا الخمس من أين من أين مطعمه من أين مطعمه ومن أين من أين يكتسب المال لم يبال لم يبال أبا ذر من سره من سره أن يكون أكرم الناس أكرم كريم يعني إلى كرامة عند الله من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل اللهم اجعلنا من المتقين اللهم طهر قلوبنا وطهر أعمالنا وطهر مطعمنا وملبسنا ومشربنا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوالا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود